فنانة من الفنانات الحقيقة اللي دائما وابدا بيقول لهم مقف واضح وصريح عشان كده يعني لها كل التقدير والاحترام ما بتستخباش وقت الازمة يعني بتطلع في الازمة تقول على طول رأيها بكل شجاعة وبكل صراحة معانا على تليفون الفنانة الكبيرة إلهام شهين يا مساء الخير مساء الخير يا إنجي ومساء الخير على كل المشاهدين ومساء الخير على أهل فلسطين طبعا هم أهلنا وأخوتنا وقلوبنا معاهم تماما وحسين بيهم جدا وبندع لهم بالناصر إن شاء الله وإن شاء الله يبقى فيه تفاقص وربنا يجيب لهم حقهم يعني لن نرضى إلا بحل عادل شايف المشهد إزاي؟ شايف المشهد إزاي؟ أكيد أنت قاعدة إزاينا بتتفرجي وبتتبعي شو دي أنا عالدي موجوح هو المشهد يوجع القلب بالتأكيد أي حرب أنا ضد الحرب ضد الحروب عموما أنا دايما أنادي بالسلام وبالتفاوض وبالعقل وبالمنطق وما بقبلش لشكل الدم ولا الأكل أنا بكره الحروب فأنا مش معاها بس في الآخر هو شعب صبر كتير قوي وانتظر سنين عديدة وحاولوا كتير وما بيوصلوش لتفاوض الحل عادل لقضيتهم فأنا برضو مش ثقة عليهم إنه ده اضطرار إنه هما لازم يقوموا حربه لازم يوقفوا يدفعوا عن بلدهم وأنا بقيدهم الحقيقة لأن ده حقهم تماما كل واحد من حقه يعيش في أمان على أرضه وياخد حقه كاملا ومش معقول الدولة المحتلة يعني اللي بيحتلوهم هما اللي بيتحكموا وهما اللي في الآخر بيجروا يعني يبكوا ويتباكوا إنه هما اللي مظلومين أنا بستغرى بالحقيقة يعني من العالم اللي حوالينا في أوروبا وأمريكا إزاي يتعطفوا مع مستعمر ولا يتعطفوا مع أصحاب البلد ما هما بيكتزئوا الأضايا وبيخرجوا على السياح يعني أنا شايفه مظهرة في لندن حاجة عظيمة وأعداد رهيبة وسفير فلسطين في لندن هو بيتكلم وشايف حماس فظيع إن الشعوب مش موافقة على سياسات الدول يعني حتى لو سياسات الدول بتبقى ضد الشعوب معانا الشعوب معانا جدا فلإن ده الحق ده يعني حتى مش مع بلد معينة مع الإنسانية أي إنسان مع الإنسانية هيدافع عن القضايا الفلسطينية وعن حق الفلسطينيين في أرضهم وفي إنهم يعيشوا بأمان بكامل حقوقهم فيا يا رب أتمنى قريبا يعني ترفع عالم فلسطين على القدس وتبقى فلسطين دولة حرة ومستقلة عاصمتها القدس وأنا يمكن كتبت ده على صفحاتي وبكتب كل يوم وبحط صور وبحط فيديوهات يعني لو في إيدينا أي حاجة نعملها هنعملها بس إحنا من قلبنا معاهم ومعاهم جدا بكل اللي نقدر عليه طبعا الدولة المطرية بتوصل المعونات بتوصل أدوية وبتوصل أغذية ده حقهم علينا يعني إحنا مش بنعمل مش بنجامل إحنا على عربة لستعداد عشان نوصل بس هم لسه قفلين المعبر ولكن إحنا جاهزين المساعدات موجودة وكل حاجة موجودة يعني إن شاء الله هيتفتح لأنه مش ممكن هيسيبه الناس بالشكل ده مش معقول ويعني لازم كلنا الحقيقة يعني البلاد كلها اللي معها فلسطين لازم يخشوا بتقلهم في التفاوض عشان إيقاف الحرب وإيقاف نزيف الدم الموجود وكل واحد ياخد حقه كل واحد يعرف حقوقه وياخدها الحقيقة كنت عاملة دور مهم جدا في بطلوع الروح الداعشية اللي في ايديك يعني دماء كل المجتمع اللي حواليك مش شايفة انه يعني كتير من اللي بيعملوا داعش هو نفس الممارسات الاسرائيلية ضد المقاومين في غزة بصي معرفش اتنفها لان داعش مش حد بيدافع عن ارضه ولا بيدافع عن مبدأ اه داعش ناس مأجورة يعني ناس مرتزقة اه بيقبضوا فلوس عشان الحرب اطبحت مهنتهم نعم فهما قصة تانية خالص يعني وطبعا بيتجروا بالدين لان دا مش دين مفيش دين بيأمر ابدا بالاتل وداعش دول مش بيدافع عن ارضهم نعم دا داعش من دول عديدة بيتوجدوا في ارض فيها حرب عشان جي مهنتهم بل متألة مختلفة تماما يعني عن الوضع دلوقت تماما اشكرك شكرا جزيلا الفنانة الكبيرة الهام شهين اشكرك نورتينا في مصر جديدة